نظم أبناء مديرية ريدا بمحافظة عمران وقفة احتجاجية استنكارا وتنديدا بجريمة صالة العزاء التي ارتكبها طيران الحقد السعودي كما سير أبناء المديرية قافلة الصمود والتحدي دعما وإسنادا لأبطال الجيش واللجان الشعبية جريمة الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء التي ارتكبتها عصابة بني سلول بحق المواضنين لهي قمة في الوحشية واللا إنسانية والدناءة والحقارة والخبث والحقد اللئيم على أبناء الشعب اليمني تلك الجريمة وغيرها من جرائم حرب الإبادة الجماعية لاقت استنكارا وغضب شعبي واسع لدى أبناء محافظة عمران فقد نظم أبناء مديرية ريدا وقفة احتجاجية استنكروا فيها تلك الجريمة البشعة معلنين النفير العام والأخذ بثار الكل دماء شهدائنا الأبرار أبناء مديرية ريدا ندين الفعل المشين الذي قام به آل سود وأوانهم في ضرب الكواتل الوطنية في القاعة الكبرى بصالة العزاء التي ارتكبها طيران العدوان السعودية الأمريكية في الصالة الكبرى صالة العزاء في صنعاء إلا دليلا قاطعا على تجرد ملوك العهر والفسوق من الدين والأخلاق والقيم الإنسانية وما يزيدنا ذلك إلا إيمانا وثباتا وصمودا وتهديا الله أكبر لب صوت الحك وبذل ما وجب ومطلب العز الشرف يستاهل المن الجزيل نتبهم واسخب وعزز من وطيرات الغضب وضب فوهات البناتك وشعل الباخي شعيل وعقب الوقفة الاحتجاجية سير أبناء مديرية ريدا قافلة الصمود والتحدي دعما ومساندة لرجال الرجال المرابطين في جبهات العز وشرف والبطولة تدين بذلهم كل غالي ورفضهم الجبهات بالرجال والمال ولا يثنيهم جرائم بني سلول بل يزيدهم قوة وإصرار على مواصلة اجتثاثهم من جزيرة العرب وتحرير الأمة الإسلامية من خبثهم وتعامرهم على الإسلام والمسلمين ونحن نقدم بأرواحنا وتماءنا في سبيل هذا الوطن للرجال المناظرين رجال الرجال الذين في الحدود نحن إلى هذا المكان داعما للجيش واللجال الشعبية بالقافلة بالماء والرجال ونحن سوف نقدم كل غالي ونفيش نحن مع هذا ولا أصلح اللهم من يصالحهم حتى تصالح ذئب المعزر دعم مقافلة دعم إلى جبهات القتال ونحن مساعدين من أبناء مديرية ريده بعد الحادثة الإجرامية الكبيرة التي قاموا به في السهتة فلقاها الكبرى كما توجه بناء مديرية ريده إلى مكتب البريد ليؤكدوا إنهم سخرة منيعة تتحضم عليها مؤامرات بني سلول وعسيادهم الصهاينة والأمريكان ومنافقهم من العربان لتعزيز وصمود اقتصادهم الوضني في وجه العدوان القاشم لقناة اليمن من اليمن وليد الوادعي مخافضة عمران